من اليوم الأول الأحداث في غزة والعدوان الغاشم على أشقائنا الفلسطينيين مصر قامت بتحركات مكثفة واتصالات مع قادة العالم لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في نفس الوقت أعلنت عن ثوابتها تجاه الأزمة الفلسطينية وهي أنه لا تهجير للفلسطينيين ولا لتصفية القضية الفلسطينية صحيح يا جزلي الحقيقة يعني مصر طول الوقت بتؤكد على أعلانها بشكل واضح على لسان سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء كان في قمة قاهرة للسلام أو حتى في القمة العربية الإسلامية المشتركة بأنه ما يقوم به الاحتلال في غزة لا يمكن تبريره بزريعة دفاع عنه نفسه أنه يجب الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بدون قيد أو شرط ووقف جميع المسارات أو الممارسات التي تستهدف التهجير القصري للفلسطينيين حيانا مصر استطاعت من خلال موقفها أنها تبني موقف أوروبي متسق مع الرؤية المصرية فيما يخص رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة العودة للمسار السياسي القائم على حل الدولتين شفنا ده من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وأيضا رئيسة المفاوضية الأوروبية واللي قالت أن الاتحاد الأوروبي متفق على مبدأ عدم التهجير القصري للفلسطينيين وعلى فتح أفق سياسي يقوم على حل الدولتين صحيح يا شهر زلينكين لو بصينا بشكل عام على رؤية الدولة المصرية هنلاقي إن هي ذي الثوابت المصرية اللي بترتكز عليها يعني بتركز بشكل كبير على معالجة جدور الأزمة والتوصل لصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية دائما ما كانت تؤكد مصر حتى قبل يوم 7 أكتوبر على هذا المبدأ فكرة إن حل الدولتين هو الحل الجذري لهذه المشكلة وإنه مش هيكون فيه سلام في الشرق الأوسط أو في المنطقة إلا بهذا الحل وزي ما نتكلم كده مع حضراتكم على ما يحدث فيه قطاع غزة الحقيقة ممكن نحن مره 44 يوم كل يوم بيبقى فيه أحداث مطلحقة كتير جدا بيبقى حتى صعب متابعتها لأننا نلاقي أحداث بتحصل فيه قطاع غزة وتصعيد بيحدث فيه قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي بيلاقي حتى تصريحات عربية وأوروبية وغربية وأمريكية وما إلى ذلك بيبقى من الصعب متابعتها فخلينا سريعا كده حتى نقول لحضراتكم أبرز ملامح اللي حصل مبارح من أبرز ما يحدث أو من أبرز أخبار أمس بما يخص طبعا قطاع غزة كان فيه تقرير في ها آيتس طبعا جريدة من أهم الجراد أو الصحفة الإسرائيلية كان بتتحدث عن أنه كان الكيان بيتكلم عن أنه الكيان الإسرائيلي بيتكلم عن من أبرز أو من أبشع الحوادثة اللي حصرت يوم السابع من أكتوبر هو الاعتداء على حفل موسيقي في إسرائيل من قبل المقاومة أو من قبل حماس لكن خرج هذا التقرير منها آيتس أمس بيتحدث عن أنه ما حدث في هذا الحفل هو أصلا كان قصف من طائرات إسرائيلية بالخطأ لم يكن من قبل المقاومة الفلسطينية أو من قبل حماس طبعا الحادثة دي هي اللي بانت عليها قوات الاحتلال القصة بقى من البداية وروجت لها في الإعلام الغربي وقالت أن ده هو السبب فيما قامت به من رد فعل عنيف تجاوز حد الدفاع عن النفس طبعا مما لا شك فيه أن هذه الرواية انتشرت كان نار في الهاشيم لكن تعالوا نبصوا بقى للتقرير ده تقرير مبدأي عن نتائج التحقيقات الأولية بتشير إلى أنه قصف من طيران إسرائيلي بالخطأ على هذا الحفل طبعا أول ما حصل الهجوم وبدأ طفان الأقصى من قبل المقاومة إسرائيل لم تدرك ما يحدث فكان فيه قصف عشوائي حتى كنا بنشوف مثلا أول ما كانت بتشوف فيه حشود بتتحرك بشكل سريع أو بشكل عفوي كانت بتقصف هذه الحشود مباشرة اعتقادا منها من أنها من المقاومة وعشان كده المقاومة لجئت إلى حيلة أخرى وهي أنها تمر بجانب المستوطنات بمنتهى الهدوء فلا يتم اعترار الطريقة لكن هذه الرواية هي اللي بنت عليها إسرائيل الهجوم هل هذه الرواية دلوقتي هتنتشر في الإعلام الغربي وهيتم النظر بشكل مختلف أعتقد أنه هو خلاص الإعلام الغربي تبنى هذه الرواية زي قبل كده ما تبنى فكرة القصص بتاعة زبح الأطفال التي ممكن نرجوع فيها لأنه كان بالفعل فيه أيضا رواية رواية الأطفال اللي تم قتلهم وفصل رؤوسهم عن أجسادهم وماء واقتصاب السيدات وما إلى ذلك وبالفعل تراجع الإعلام الغربي عن هذه الروايات لأنه من الضغط حتى الإعلامي لأنه كان فيه سرديات مقابلة لها قوية جدا مش بس من العرب أو حتى من الإعلام العربي لا حتى من مؤثرين أجانب وحتى من إعلام غربي آخر ممكن كمان من أبرز ما حدث أمس كان خارج بيرس مورجن بيرس مورجن طبعا من أهم الإعلامين والمذيعين ممكن تابعنا كان فيه لقاءات عديدة مهمة وأعتقد ناس كتير جدا تابعتها على مدار الأمل حتى خرج تحدث عن أنه ما يحدث الآن في غزة والقصف على قصف المستشفيات في غزة غير مقبول بالمرة فمرة أخرى نتابع تراجع من قبل الأشخاص حتى والمؤثرين اللي بيتبنوا الرواية الإسرائيلية يا شازلي صحيح طيب خلينا نبص نظر عامة حتى الآن وحنا دلوقتي 44 يوم تقريبا جمالة على بداية هذا العدوان من الخاسر حتى هذه اللحظة هم المدنيين فقط يعني هم ضحايا هذه الحرب لكن من الخاسر من طرفي المعركة أعتقد أن قوات الاحتلال هي الخاسر الأكبر بنشوف طبعا فيديوهات بتنشر من جانب المقاومة لحظة الهجوم على المدرعات والأليات والدبابات الإسرائيلية بيتم توثقها لحظة بلحظة لكن على الجانب الآخر الفيديوهات اللي بتنزل من جانب قوات الاحتلال فهي فيديوهات معمول لها منتاج يعني ما بتبقاش لحظة أنهما ما اكتشفوا أن فيه في مستشفى الشفا مثلا في مجامع الشفا زي ما ادعوا أن فيه أماكن بتنطلق منها الهجوم من قبل المقاومة أو فيه أسلحة أو يوجد محتجزين داخل المستشفى كل هذه هي الدعاءات نشرت بفيديو اتعملوا منتاج وتراجع مرة واثنين وثلاثة لكن المقاومة على الجانب الآخر لحظة التنفيذ فالخاسر حتى اللحظة هي قوات الاحتلال وأعتقد أن خسائرها الاقتصادية كبيرة جدا وبتحاول تغطي على هذه الخسائر بمزيد من العنف بمزيد من الدماء كمان صحيح شازلي وأيضا في هذه النقطة كان حسب الرواية أيضا الإسرائيلية أنه في مجمع الشفا أو في مستشفى الشفا أنه فيه قيادة حماس موجودة بالداخل وأنه فيه أسلحة وما إلى ذلك واستعانوا بمصور فرنسي عشان يصور ما وجدوا في المستشفى حسب روايتهم حتى بعد هذا التصوير وهذا الفيديو خرجت أيضا محللين محللين استراتيجيين ومحللين عسكريين في إسرائيل وأيضا صحفيين خرجوا أن هذا الفيديو هو مفبرك وأنه حتى مفبرك بشكل يعني هزلي الحقيقة لأنه ما وجدوه لا يمكن أن يكون لي علاقة بالمقاومة حتى لو هنتكلم عن الكم أو الشكل الموجود وطبعا مش هننسى الجدول اللي كان موجود اللي تحدثوا عنه أنه هو ده جدول العمليات وبرده كمان يعني لقى الحقيقة يمكن سخرية كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن الحديث عن هدى إنسانية وعن تبادل للأسرة واتفاقات لتبادل الأسرة حتى الآن لم يصل ولا قوات الاحتلال مع حماس حتى الآن لم يصلوا إلى اتفاق يعني نسمع حديث عن اتفاقات ثم يتم الرجوع عنها وما إلى ذلك حديث عن من سيحكم قطاع غزة حتى الآن لم يصلوا أيضا لا شكل واضح يعني إحنا بنتبع مع حضراتكم ده سريعا أبرز ما حدث بالأمس هنتكلم طبعا مع حضراتكم خلال حلقاتنا النهاردة عما يحدث في قطاع غزة لليوم الرابع والأربعين صباح لحضراتكم مرة تانية صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر